أهلا بكم من جديد تحطمت طائرة عسكرية صباحة اليوم الأربعاء حيث بلغ عدد الضحايا 247 ضحية إضافة إلى عشر من طاقم الطائرة أغلبهم عسكريون ومن بينهم بعض العائلات حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنية هذا وتنقل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إلى مكان تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية لبوفريكة لوقوفه على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حسب بيان الوزارة وشرعت مصالح الحماية المدنية في التدخل السريع بتنصيب خيم كمراكز طبية متنقلة وذلك بمحيط الحادث وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المدير العام لمجمع الهداف السيد نبيل عمرة بتعازيه لأسر الضحايا راجيا من المولى عز وجل أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يرحم الضحايا ويتقبلهم عنده من الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفقا إن لله وإن إليه رجعون